الوضع في أفغانستان على شفى الانهيار سرخة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس حذر فيها من تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في البلد جوتيريس قال أمام جلسة لمجلس الأمن إن الوضع في أفغانستان أضحى مقلقا جدا دعيا إلى الموافقة على جميع المعاملات المالية اللازمة لتنفيذ الأنشطة الإنسانية هناك نحن بحاجة إلى طالق القواعد والشروط التي تقيد ليس فقط اقتصاد أفغانستان ولكن لعملياتنا المنقذة للحياة في هذه اللحظة التي تشتد فيها الحاجة يجب مراجعة هذه القواعد بجدية مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدورها حذرت من أن أكثر من نصف سكان أفغانستان يواجهون مستويات شديدة من الجوع وأكدت أن ما يقارب تسعة ملايين أفغاني على شفى المجاعة وازدد الوضع سوءا بعد توقف الدعم الدولي منذ سيطرة طالبان في أغسطس الماضي وسط أنباء تفيد بأن ما يقرب من تسعة مليارات وخمسمائة مليون دولار من احتياطيات البنك المركزي لأفغاني مجمدة خارج البلد وفي رؤيته للحل قال جوتيريس أن هناك حاجة ماسة لمنح المؤسسات المالية والشركاء التجاريين تطمينات قانونية بأنهم يستطيعون العمل مع العاملين في المجال الإنساني في أفغانستان من دون خوف من انتهاك العقوبات كما أكد جوتيريس أن هناك حاجة للإفراج عن ملياري ومائتي مليون دولار وهو المبلغ المتبق في الصندوق الإتماني لإعادة إعمال أفغانستان بعد مؤفقة المانحين في ديسمبر الماضي على ذلك وأطلقت الأمم المتحدة في وقت سابق هذا الشهر خطة استجابة إنسانية بقيمة خمسة مليارات دولار لتقديم المساعدات الحيوية لنحو 22 مليون شخص في أفغانستان ودعم نحو ستة ملايين نازح أفغاني في خمس دول مجاورة ما بين الشتاء قاس وحصار دولي وأزمة داخلية تتفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان واستتوقعات بنهيار وشيك يستوجب تحركا دوليا عاجلا لتفادي وقوع الكارثة